اكيد اي حد بيتابع قناة دكتور المنح من الوطن العربي عارف منتدى الشباب العالمي اللي بيتم في جمهورية مصر العربية تحديدا في شرم الشيف. الفرصة اللي احنا هنتكلم عنها نفس المؤتمر اللي بيتم في مصر ولكن المؤتمر ده مقدم في دولة اليابان. وكمان الرائع رسمي او الممول ليه او الجهة المانحة ليه هي اودي. خلال الفيديو بتانا هنتعرف على تفاصيل المؤتمر ده. هنتعرف مين اللي يدري اقدم على المؤتمر ده ايه هي مميزات المؤتمر ايه هي كمان شرح طريقة التقديم على المؤتمر ده لو انت عايز تستفيد من الفيديو تابع الفيديو من البداية للنهاية ولو عندك اي سواء لو اي استفسار انا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل انزل سيفو كومنتات وانا هرد عليك بقدر الامكان وياريت ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكراب واشتراك في القناة وتفعل الجرس دعما منك الجود اللي بنحاول نقدمها ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا ازايكم يا شباب مرة تانية زي ما قلنا هنتكلم عن مؤتمر اودي والمؤتمر ده مقدم لجميع الطلاب العرب في دولة اليابان وطبعا زي ما احنا ما متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التقديم خلينا نتعرف مع بعض على التفاصيل والمميزات اللي بتقدمها لنا الفرصة دي بالنسبة للدولة المستضيفة هي اليابان تحديدا في توكيو الجهة المنحة يا اودي المراحلة الدراسية اللي تقدر تقدم على المؤتمر ده طلاب البكالوريوس والماجستر والدكتوراء وكمان الخارجيين من مختلف التخصصات طبعا يمكن لجميع الطلاب العرب انهم ما يقدموا على الفرصة دي بالنسبة للسن لازم يكون سن متقدم ما بين 18 سنة الى 30 سنة اي لا يقل السن عن 18 سنة وميزتش عن 30 سنة شهادة اللغة الانجلزية مش مطلوبة منك كمان اخر معادها يكون 25 يناير 2022 بعض الملحوظات الهمة لو انت عايز تقدم على اي فورصة بنفسك بتقدر تتابع خطوات الشرحة التفاصيل بتقدمها له قناة دكتور المنح كالعادة لو انت عايز تسفيد من خدماتنا سوف يتعديم على المنح دراسية تدريب تطوع تجهيز المستاندات او ترجمة المستاندات تلاقي لغة كل اللي عليك ان انت بتعمل خاص بينا واللي بتلاقي اللينك بتاهم موجود في سندو الوصف اسفل كل فيديو من فيديوهاتنا وفريق تقدمات كناة دكتور المنح بيبدأ يتواصل معك ما تنساش كمان تشترك في جروباتنا على الفيسبوك والواتساب والتليجرام لمتابعة كل ما يخص المنح والتدريب وتطوع المؤتمرات اول بعد طيب بعد كده مين هم المتاح ليوم التقديم ايه هي كليات المتاح لها التقديم على المؤتمر ده حضرتك لو بتدرس اي تخصص في البكالوريوس او ماجسترة او دكتوراه او تخرجت من اي مجال اي تخصص اي كليا زي ما انت بتسميها انت بتقدر تقدم في المؤتمر ده لان المؤتمر ده بيناقش مشاكل البيئة وازاي تقدر تحافظ على البيئة ازاي تقدر تحمل البيئة وطبعا الموضوع ده بيقدر يتناقش فيه اي طالبة واي خريجة او اي شخص من مختلف التخصصات مش من مجال معين ومش من تخصص معين تمام طيب ايه هي مميزات المؤتمر بتاعنا بيغطي لك جميع تريف السفر بيوفر لك ايقابة مجانية بيوفر لك كمان التنقلات الداخلية وبيوفر لك جميع وجبات الطعام تمام ودي المميزات زي ما موجود على الموقع الرسمي باللغة الانجليزية وكل ده هنشوفه مع بها طيب بعد كده ايه هي المستندات هيكون مطلوبة منك للتقديم انت مش مطلوب منك مستندات انت مطلوب منك تملى الخاص بالمؤتمر وهتكتب كل المقالات المطلوبة منك وخلي بالك ان المقالات دي هي اللي هتفرق معك فيه القبول من عدم القدر الله خلي بالك كمان ان جميع البيانات المدخلة والمقالات اللي انت هتكتبها هتكون فقط باللغة الانجليزية. معايير القبول زي ما انت شايف معايير سهلة وبسيطة. زي ما قلنا السن يكون ما بين تمنتاشر تلاتين سنة. اي طالب من اي دولة يقدر يقدم. وبما اننا بنخاطب طلاب الوطن العربي فاي طالب من اي دولة عربية يقدر يقدم على المؤتمر ده. لازم يكون عندك افكار تناقشها وتعدمها خلال المؤتمر عن حماية البيئة. كل الحاجات دي معايير القبول سهلة وبسيطة. هنا بتيجي معادي بعض الفرص والمنحة الاخرى تم شرحها على قناة طالب تقدر تطلع عليها. كل فرصة موجود لها شرح طريقة التقديم خطوة بخطوة. طبعا ده الموقع الرسمي الخاص بالمؤتمر لو ضغطت عليها هتفتح معك الصفحة دي. هنا بيقول لك ده عن المنحة او المؤتمر المقدم ده بتاعه. هنا بيقول لك هي المميزات اللي انت هتحصل عليها. هنا الكريتيريا اللي هي معايير القبول وهنا ده اخر معادل التقديم. كل حاجة نصدرناها باللغة العربية على موقع قناة دكتورية المنح موجودة هنا باللغة الانجليزية. وطبعا لو عايزين نقدم هنيجي مع بعض هنا هنضغط للتقديم على المنحة مباشرة هنتفتح معك الصفحة دي. ده هنا بتكتب اسمك اسم العائلة الدولة بتاعتك البريد الالكتروني رقم التليفون العنوان المدينة بتاعتك هنا المحافظة بتاعتك البوستالكود الخاص بالمحافظة بتاعتك المدينة بتاعتك الدولة بتاعتك تاريخ الميلاد شهر يوم سنة. هنا الجنسية بتاعتك لو عندك اي جنسيات اخرى بتقدر تدخلها هنا لو ما عندكش بتسيب الجزة فاضي. بعدك هنا بيقول لك اللي انت فيها سواء كنت انت طالب جماعة او حتى انت بتتطوع بتشتغل بتتدرب. هنا دورك ايه? بعد كده دي المقالات ولازم تركز انا معي مطلوب منك متين كلمة تقدر هنا بيقول لك عرف نفسك بتعمل تعريف عن نفسك. هنا بتقول له ايه هو دورك الحال انت بتعمل ايه? بعد كده هنا بيقول لك اهي القضايا اللي انت مهتم بها في المجتمع بتاعك. هنا بيقول لك انت ازاي تقدر تأثر تأسير ايجابي في المجتمع بتاعك. طبعا هنا بيقول لك انا اطلب منك متين كلمة انا اطلب منك متين كلمة. بعد كده هنا بيقول لك تقدر تقول لنا عدد الناس اللي انت اصرت فيهم بشكل ايجابي عن موضوع حماية البيئة. وكمان انت ازاي اصرت فيهم بشكل ايجابي. بعد كده هنا بيقول لك ايه هي الحاجات اللي بتخليك متميز ومبتكر. كل دي مقالات بتبدأ تكتبها كل مقال متين كلمة. بعد كده هنا بيقول لك انت ليه عايز تحضر المؤتمر بتاعنا. طبعا انت بتبدأ تكتبله هنا انت ليه عايز تحضر المؤتمر الحاجات اللي انت ممكن تضيفها للمؤتمر. الحاجات اللي هتستفيدها من المؤتمر وتقدر تفيد بها بلاتك. بعد كده بيقول لك ارفق له اي لينكات سواء كان فيسبوك بتاعك او تويتر او لو انت عندك ويب سايد قناة يوتيوب ايا كان بتقدر ترفقهم له هنا. بعد كده هنا بيقول لك انت ازاي عرفت عن المنحة بتاعتنا بتبدأ تختار من هنا. بعد كده هنا بيقول لك هل انت عايزنا اتواصل معك عن طريق الايميل رقم التلفون بتبدأ تختار ايا كان انت عايزهم يتواصل معك ازاي. بعد كده بتعمل تشكل المربع ده اللي هو انت فاهم كل شروط والسياسة بتاعتهم. بعد كده بتضغط على وبتستنى ايميل منهم على البريد الالكتروني الخاص بيكم. كده نكون خلصت. شرح طريقة التعديم على المؤتمر المقدم من ودي اتمنى لكم التوفيق لو لسه عندك ايسه عليا استفسار ما زاكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل انسى سيبه في كومنتاته ونورد عليكم. وياريت ما تنساش تدعم لاب لايك وتعمل سبسكرا واشتراك في القناة وتفعل الجرس. دعما منك نقدمها وشكرا.